السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام رحبا بكم في هذه الحصة الجديدة كنتمنى تكونوا بخير والاخير يا رب وان شاء الله جاءت لكم فيديو جديد وب 27 فائدة او ستعمال بابونج الهائلة هاد ليش بالرائعة لعندها مانا فيها كتير كنتمنى ان شاء الله الحصة تفيدكم انا تنال اعجاب ديلكم وكشكركم السبسف على المتابعة والتشاعة الرائعة ديلكم ويعجبتكم هاد الحصة ما تنسونيش بلايك والبرتاج وليك يهم الأمر وبغي تعرف على هذه السامالات المدهشة ومعليقية لسا في فيديو تالأخير وفرجوهم ساعة غندوزو اول شي انقربكم من هاد الحصة باشتعرفوا لها عن قرب هكا ستكون يعني ها رائعة وكتكون عندها رائحة زكية سبحان الله هي دباقرة ها جافة كنتمنى ان شاء الله سكون واضحة لكم خليكم معي باشتعرفوا على السامالات ديالها المدهشة وفوائدها العديمة غندوزو لهذه السامالات بإذن الله المفيدة بزاف واول استعمال وفوش كتفيدنا هاد العشباهة دي انها كتعتبر كمهدئة للاعصاب يعني بالنسبة لي كتعصب بزاف رائعة هاد العشباهة دي انها كتاخدوا المنقع ديالها طريقة رها واضحة كما كنديروها للآشاب انا كنغليو الماء وكنجيبوها الكيمياء قليلة وكنخوي لها الميكون طيب وضروري ما انكم تغطيوها واحد المدة ديال 10 دقائق ولا 4 ساعة ممكن انكم تحليوها بالعسل ممكن تشربوها هكاك رها فعالة وحائلة وكتهدأ العساب وكتزول حتى التعب يعني انسان يكون عيان ومرهق رها رائعة كنتم ان شاء الله يفيدكم الاستعمال الاول ونشوفو كذلك فش عتفيدنا وبنسبة للاستعمال الثاني انها جالبة للنوم يعني اللي ما كي يجيش الناس في الليل اولا كيحلم الاحلام المزعجة اولا كي يجيش الارق وما كي تقلق في الليل يعني ما كي يجيش قاع الناس ماليه الا بهاد العشبة هذي لانها رائعة وحتى الشرب ديلها يعني الانسان ما يبقاش يجيه دوك الكوابيس وما كيبقاش يحلم احلام مزعجة كنتم ان شاء الله يفيدكم الاستعمال دا وانكم تجربو لانها رائعة ومجربة وفش غتفيدنا كذلك هاد العشبة الهائلة انها مفيدة التقار روحات الفم والالتهابات قاع اللي عدنا في الفم دي الناس ودي الليسان اولا دي اللتة ماليكم الا انكم بالغرغرة ديال هاد الماء هذا ديالها او الا المنقوع ديالها تسلو به الفم ديالكم وكذلك تتربوه وكذلك المنقوع دياله لانه صحي ومفيد كي يخلصكم من هادك المشاكيل مع المدومة لاني ما كيبقاش عندكم هادو التقار روحات اللي كيكونوا عندكم او الا الاتهابات اللي كيكونوا عندكم في الفم او الا في اللتة صفاء عامة هائلة ومجربة كذلك نتمنى يفيدكم هاد الاستعمال هذا وبنسبة انها صالحة البشرة كذلك انها هائلة للبشرة كتتعتبر كغاسول ومنطف ومطهير في نفس الوقت للبشرة انها كتخليها تترتب البشرة وكذلك تتبيضها مع المدة وكذلك انها كتتحارب ذاك اللي تهيوج اللي عنده البشرة حساسة او لا كتهيج لها كا ولا كتجي ذاك الاحمرار الى بقيتو كتتوصلوا بهاد المنقوع ديالها اراه كتتعتبر كغاسول خطير للبشرة وهائل كنتمنى في الاستعمال كذلك يفيدكم وبنسبة انها مهمة للنساء للمنطقة الحساسة كذلك تعسبب كغاسول منطقة الحساسة اللي عنده السيالة المهبالي او اللي عنده دوق الإفرازات انها كتعالج دوق الأمور انكم توضعوا هاد المنقوع ديالها مع المدوم عليه وكذلك تشربوها تشربو كذلك هاد المنقوع هادا اراكي خلصكم من هادوك المأشاكل كانتمنى ان شاء الله ديال اسعمال يفيدكم وبنسبة كذلك انها مفيدة نزلت البرد رائعة بالنسبة للسيلا الانفي وبنسبة للرش وبنسبة لأي حاجة تكون من ذلك المشاكل اللي كان يعني ومنهم في نزلت البرد انها فعالة ستشربوا المنقع ديالها او لا تاخدوا واحد الكيمياء منها وتتوضعوها في المجمرة هكا وتتحولوا انكم تتنشقوا ذاك البخار ديالها يعني رائعة وفعالة وكتساعد على الشفاء بإذن الله وبنسبة كذلك ملخصائص ديالها انها رائعة وكتقوي جهاز ديال منع سبحان الله يعني لها فوائد عظيم وكذلك انها مفيدة في تكون لدينا الدورة الشهرية هكا انها كتخفف علينا ذاك الالام سواء استعملناها قبل ما تجينا بواحد اليومين او لا في الفترة ديالها انها كتتخفف علينا الالام ديال الدورة الشهرية ومفيدة كنتم نشأ الله تستعمل هذا يفيدكم وبنسبة لك يعني من مشكلة البواسر اما عليه الا ياخد هذا المنقع هذا ويديرو في كمادات يعني ويحط في الموضع ديال المكان يعني كتخفف الالام وكتسهل كذلك في اسراع ديال العلاج بإذن الله كنتم نشأ الله هاد السيميل هدا يفيدكم هائلة بالنسبة لك يعني من المشكلة ديال البواسر وبنسبة كذلك انها هاد المنقع ديلها فعال ورائع في تخفيف حروق الشمس كما كتعرفو ده احنا ما زال حاليا في فترة سيفية يعني الناس كيتعرضو الحروق ديال الشمس كيتعرضو التهيج ديال البشرة ذاك الإحميرا لي كيجينا ذاك الإحميرا لي كيكون عندنا في البشرة ديالنا او لف الدهر او لف الكتاف او لف الوجه يعني رائع انكم تتغسلوا البشرة ديالكم بهاد المنقو هذا راتي خفف ذاك الآلام وكيمنع تهيج البشرة بنسبة سبحان الله هاد العشبة كذلك انها رائعة انها كتعجلين لي تعانين مشكل ديال يمسك اولى ذاك المغز اللي كيكون عندنا في البطن ديالنا اسفل البطن وكذلك انها طاردة للغازات وانتوتن اللي كي يعني من انتفاخ البطن يشرب المنقوع ديلها ويحليه بشوية ديل العسل غد يخلصوا من هاد المشاكل باذن الله وكذلك مفيد لعنده مشاكل ديل المعيدة اولى الاعلام في المعيدة يشرب هاد المنقوع ديلها كيخلصوا من ذاك المشكل باذن الله بذلك بالنسبة للشعر هائل انه وكيخلصنا من القشرة ديل الشعر وكيعطي الشعر لمعانة رائع الى غسلتوا الشعر بهذا المنقوع هادا كيخلصكم من هاداك المشكل بإذن الله وبالاخص القشرة بالنسبة المشاكل ديل مثلا ديل القدام اللي كيعني من ذوك القشرة الميتة وان ذوك الخلي ديل الجلد الجافة معلي الا حط رجلي يدير واحد الاناء واحد البانيون ويدير فيه الماء يكون طيب وحط في هاد العشبة هادى الرائعة ويخليها واحد مدة واحد فارجلي حتدفى ويخلي فارجلي يعني هائلة مع المودة ومالي يعني كتتخلصوا من هديك الخالية الميتة وكترتب كذلك الجلد وكتتبيضوا كذلك يعني كتتعتبر كمطهر رائع الجسم ديلنا بصفة عما كنتمناش الله دي استيمال هادا يفيدكم النسبة اللي كيعني من ذاك المشكل ليل انه فش كيف يقصباح كيلقى عينيهم عامرين بدك كرمش يعني ما كيبغوش يتحلو اه ما عليه الا يدير يغسل بهاد يغسل عينيه بهاد المنقوع هادا دي الباب نوج اولا يجيب كم مدات ويصد عينيه ويحطهم فوق عينيه بهاد الشكل هادا كيما كنحطو الخيار اولا كنحطو اي حاجة على عينينا اه نسدو عينينا ونجيبو واحد للقطن الدائري ونغطسوه فهدا ونحطوه على الموضع دي العينينا هكا وننضفو عينينا من فوق وكذلك نغسلو به راه هائل وتي خلصنا من هادا كتل اي سياب اللي كيكون عندنا احدا العين وفي العين كذلك يعني المشاكل اللي كيكون يدمع العينيه او لا كيخرج منهم هادا كرمس البيض بالنسبة كذلك تلأطفال دي야 hani لي كانو كيعانهم من هك المشكلان تمسحو لهم بالما ديال هدو منقوع المعادد ديال هدي العشبه هالا هو فعال وكان خلصنا من هدك المشكل بإذن الله بالنسبة الاهم السعمال لي كانو كيستمروا الاجدد ديالنا او الوالدين ديالنا وانا قلته ليت الوالدة ديالي ان هدو العشبه هدي هائلة وفعالة بالنسبة للاي والتحاب المثالك البولية لكي يعني المشكل دي الحريق البول او لا اي حاجة عندو في المسالك البولية ولا يلتهاب المتانة يعني رائع هاد المنقوح هاد دي هاد الباب نوج وكانو الام هاد ديناك ياخدو هاد العشبة وهي خضراء وكيقطعوها وتيدروها مع البصل هكا وتيدروها مع احشاب اخرين وتيدروها وسط الخبز او للمسمن وكيرسوها مع الزيت البلدية وكيشربوها مع اتايا لصباح رائعة للمشكل دي يعني من حرق الحرق النبولة انها الوالدة دي اللي كنت تستعملها كدلك ممكن تشربو المنقوح ديالها هكا وممكن تدروها تاهيو خضراء وممكن تستعملوها وهي جافة هائلة ومجربة لهاد المشاكل هادي كنت سمننا ان شاء الله هاد الاستعمال هاد يفيدكم راه مجرب ومضمون وغنشوفو كدلك فاشا تفيدنا وغتفيدنا كدلك في المشكل ديال لدغات الحشرات انهم كدلك ياخدوها وهي ياخدوها وكيحكوها عن الموضع فين قرصتهم اي حاجة شني ولا ولا اي حاجة اولا ممكن كدلك تغسلو بهاد المنقوح ديالها لانه هم مطهر ورائع كدلك كدلك تستعملو فيدكم وان هاد العشبة هادي كتخفض الحرارة يعني اللي عنده الحرارة طلعه يلاشرب هاد المنقوح هاد باذن الله كتخفض الحرارة وكدلك انها رائعة ومفيدة لاصحاب الربو وديقتنفس يعني اللي عندهم هاكا الضيقة اولا ديقتنفس يستعملو هاد المنقوح هاد ديال هاد العشبة هادي واني شاء الله تخفف عليهم الالم بالنسبة كدلك للمشكل ديال اسنان اننا كانت عندنا شي عملية حيدنا شي سنة اولا شي درساء اولا بعد اولا قبل يعني كان عندنا شي تيهاب اولا شي الام حاد معلينا الا اننا نشلو الفم ديالنا او نديرو المضمضة بهذا المنقوح هاد ديال هاد العشبة هاد ديرها فعالة وهائلة بالنسبة لاننا فاش نكون حيدنا شي درساء اولا قبل من حيدوها تشلو بالما ديالها ودوموا عليه يعني بسرعة انكم كتبراو وكيتخفف الالم باذن الله وكتعتبر كمطهر ومعاقب رائع كنتمنى ان شاء الله تستعمل هذا يفيدكم نسبة كدلك اللي عندونك الامراض اللي حفظ الجلدية اولا تقرحات الجلدية اولا اي حاجة حساسية في الجلد اولا حبوه اه ما علي الا انه يغسل بهذا اولا يديرو قاع كام على الجسد دياله هاد المنقوح هاد ديال هاد عشبة هدي انا غدي خلصوا من هديك المشاكل وغيتهر ليه قاعدوك التقرحات الكينين وقاعدوك الجروح ودك شئة هائلة وفعالة ومجربة كدالي كنوك يستعملوها الاجداد ديالنا من زمان بالنسبة لي كيعاني من مشاكل ديال الرائحة الكاريها اعزاكم الله ديال ارجل يعني كيكونوا جليه دائما فيهم رائحة ما تيبغيهاش يعني ما عليه الا يدير هاد المنقوح هاد ديال هاد العشبة هدي في واحد الانية كبيرة ويغتص فيه الارجل دياله ويخليهم احتي يحس بواحد الارتياح يعني واحد مدة ديال 15 دقيقة اولا ويحس على واحد الرائحة الطيبة في الارجل دياله وكذلك غدي تطهر ليه رجلين دياله يعني فعالة وهائلة الى دومتوا عليها تخلصوا من المشاكل ديالرائحة ديالارجل بالنسبة كذلك لهاد العشبة هدي انها كتعتبر كذلك فاتح للشاهية يعني وكتزيد في الوازن بالنسبة اللي بغا يستعملها مع الاسل راها فعالة ورائعة دوموا عليها يعني كتحسوا بانكم كتفتح لكم الشاهية وانها جيدة اللي بغا مثلا يزيد في الوازن كنتم نشاء الله كذلك الاستعمالها دا يفيدكم وبالنسبة كذلك اللي تعاني من الحساسية او للحقل الشديدة او للقزيمة ما ليه الا يبقى دائما يدير كمدات من هاد المنقوع هادا ديال هاد الاشبه هدي او اللي يغسل به كاعدو كل المناطق ان شاء الله مع المدوم عليك يتخلص من هاداك المشكيل لانها كتعتبر كمطهر اه رائع للجسم ديالنا كذب ان شاء الله هاد الاستعمال كذلك يفيدكم وكذلك ستعتبر هي كمطهر للجروح بصفة عامة يعني تل اطفال ديالكم الى تجرحوا لكم شي جرحة كبسط رائع تغسلو لهم بهد الى ما قدشوش تغسلو لهم بلانكل كتغسلو لهم بهد المنقوع هادا ديال هاد الاشبه هدي وكتمسحو ذاك المودع يعني كتتهروا لهم ذاك الجرح هائلة وكتخفف كذلك الالم وتكون اللي منوع لي الشرب ديال هاد المنقوع ديال هاد الاشبه هدي انهما منوع على المرأة الحامل بل اخص في الاشهر الاولى يعني اشتركي تسبب في الاشهاد يعني المرأة الحامل انا كنقولها بصفة عامة يعني ما خاصه بقدش شرب حتى الشي شبه الا 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 استشرة مع يحتاجين دائما حتى تولد هادا ان شاء الله دائما المرأة الحامل التبعد على اي اشبه ااه وكذلك الاشبه هدي امنها لالناس اللي يشربوا شى ادوية هكا مستمرة ديال شي مرض ليحفظ او يستشرروا مع التباب ديالهم اولى اللي بغايدير شي عملية جراحية او لا اي حاجه بغايد يتمنج او لا اي حاجه خاصه ضروري ما يكون يستشر أي طبيب وما يستعملش هذه العشبة هذه في ديك الفترة أي حاجة بغيتوا تديروها بالقانون يعني أي عشبة لها فوائد ولها أدرار حتى بالنسبة لإكتار منها أنها تنقسم المفعول للموانع الحامل يعني يخيصكم ما تكتروش منها فقط الحكا إلي كتمحتاجينها أو لعدكم هكا شي مرض من هاد الأمراض اللي ذكرنا اللي حفض كتستعملوها واحد الفترة غي كي يجيب لها الشيفاء وكتحبسوها يعني حتى شي حاجة ما خصت زيد على الحدي لها الشيء وكما كنقولو إذا زادا عن حديه انقلبا إلى ضده أي عشبة تكون تاخدوها بالقياس وبالقانون ما تكتروش منها وما تستعملوهاش زما دائما تقولوا تستعملوا ديك العشبة كما بغي يكون نوعها كل شي كتستعملوه غي بالقياس وكتحبسوه في واحد الفترة صافي هذا هو الاستعمالي الأعشاب يعني الأعشاب دائما تتخذ بالحضر ودائما الاستشارة ودائما البحث والمرأة الحامل تبعد على أي عشبة بصفة عمو بالأخص كذلك هادا العشبة هدي في الأشهر الأولى كنتمنى إن شاء الله هادا نصيحة أنها تفيدكم كنتمنى إن شاء الله هادا الاستعمالات اللي تقسمت معكم اليوم وهاد الفوائد دي لهادا العشبة أنهم يفيدكم ولو بالقليل وتكونوا تعرفتوا عليها وستفتوا وكنتمنى الصحة والسلامة للجميع وكنتشكركم بالزفزف هالمتابعة والاتجاعة الرائعة ديركم ولعجبتكم هذه الحصة ما تنسوش أنكم تفبرتجيوها مع الأهل والحباب ديركم باش الفائدة تعم وانتظروا الجديد ديلي وأنا كذلك في انتظار تشجاعتكم الرائعة وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر